اهلا بالجميع اتمنى ان تكونوا بألف صحة وعافية اهلا بكم في فيديو جديد فهالفيديو من سلسلة تعلم لغة فرنسية لسنة الخامسة ابتدائي سنرى درس جديد ومراجعة جديدة تكملة للمراجعة السابقة سابقا تحدثنا على الفوكابولا وعن دروس التي تأتي في الفصل الثاني وعطينا امثلة والان سننتقل الى لغة مار قبل ان نبدأ لا تنسوا الاشتراك تفعيل زر الجرس والضغط على لايك شاركوا الفيديو لتعم الفائدة اذا بالنسبة لغة مار درستم في البروجة 2 سیکنس 1 الـ CCL ودرستم في البروجة 2 سیکنس 2 الـ CCT ودرستم في البروجة 3 دونا اننا سامارا ايتمو سابقا من مكاونات الجملة الباسيتا من البروجة نمنا سجي فاعل البروجة البروجة الذي فيه البروجة سيودة و سيوي سانارا هذا عند وضع اتمارينات لدينات مالي الأول ليقول انتور لكملمان دو lieu لكملمان دو lieu لكملمان دو لكم ما هو إذن هو الـ CCL يجيبو مارفات تسمياتين الـ إثنين إما complément دو lieu أو يكتاب لكم CCL الجملة الـ لكملمان دو لكم سيكون دونا امام البيت نطرح سو أل او أين جسو أل اجيبو دونا 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 اذن دونا 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 الـ CCL الجملة ثانيا يلفي دونا الدونا يله يعمل الرياضة في الملعب في الملعب إذن ننتقل إلى تمرين ثاني إجرسيس 2 سوليني لسيسيت أي سنسطر على السيسيت الوقت أو الزمن إجابة هي السبت الماضي إذن السبت الماضي هو الزمن في هذه الجملة إذن نسطر على السبت الماضي ونكتب سيسي ت ننتقل إلى الجملة الثانية الزمن في هذه الجملة موجود في الأول ملاحظة فقط قبل وضع الإجابة هناك تلاميذ متعودون على رؤية الـ Group Nominal Sujet أو الفاعل هو الأول في الجملة لذا عندما يرون جملة مباشرة الكلمة الأولى يضعون Group Nominal Sujet أو Sujet المهم يضعونه كفاعل وهو خطأ لأن السيسي أل والسيسي تي يمكن أن يكون في آخر الجملة كما أنه يمكن أن يكون في أول الجملة وإذا كان في أول الجملة بعده تأتي فاصلة وبعد تلك الفاصلة نجد الفاعل Group Nominal Sujet أما ما قبل الفاصلة يمكن أن يكون سيسي أل أو سيسي تي وغالبا ما يكون سيسي تي نعود إلى الجملة إذن إيار سوار نسطر عليه ونكتب سيسي تي ننتقل إلى التمرين الثالث إجزارسيس 3 سيبار لي جروب دو شاك فراز إذن كل جملة سنفصلها ونضع فيها مجموعاتها الخاصة سنقرأ الجملة على الثامنة سأذهب إلى حديقة الحيوانات كما قلتم لكم سابقا الكلمة الأولى بعدها تأتي فاصلة إذن إما يكون سيسي أل أو سيسي تي وهو واضح ثامنة هو وقت إذن مباشرة أسطر عليه وأضع سيسي تي وهو أيضا جروب بريبوزيسيونال بالنسبة لجروب بريبوزيسيونال يحتوي على سيسي أل و سيسي تي إذا كان في القسم تستعملون جروب بريبوزيسيونال فاكتبوه إذا كان لا تستعملوه فلا تكتبوه بعدها يأتي ج ج هو ضامير أي أنا فهو فاعل وهو جروب نمينال سجي في هو فعل نسطل تحته ونكتب و هو أيضا جروب 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 لإجابة أوزو إذن هو مكال نسطل تحته نكتب سيسي أل و هو أيضا جروب هو فاعل جروب بريبوزيسيونال بعدها تأتي فاعل جروب بريبوزيسيونال يبدأ الفاعل جروب بريبوزيسيونال أل فعلوا سيود لنجد يمكن أن نجد فقط في الغروب جروب بريبوزيسيونال جروب بريبوزيسيونال لتعمل فائدة في الفيديو القادم سنرى مراجعة أيضا وهذه المرة تكون بلاكونجوغيسيون سنركز على الباسي كومبوزي دون أن ننسى اختبارات جديدة نلتقي في فيديو لاحق